الرجل سوف يتم ريحة الخنز قال صمع بالله أن الأزواج كيف يكتم جوجه بهم بعد مراته ما كان يصبح شكلاتي ويستطيع الدراسة ويستطيع التكاة السلام عليكم الإخوان مهم بأنه تحوي على المسألة هذه الترشي محامي أنا صافي عيد مشيت نطلق أخوتي المغربة السلام عليكم كنتم ناهد الفيديو واللقاكم في أحسن الأحوال وانتوما غادئين تشاهدو معنا كنتم ناهد إخواني أخواتي تفعلوا مع الفيديوهات بلايك وبالبرتاج لا تنسوش تخليوا الآراء ديالكم في التعاليق هذا هويام هذه في صراحة زادت فيه ورجليها خرجوا الشواري بهذا الكلام الخانس دياله يعني أنتك تقري على نفسك بأنك يمسخة قبل ما ندخلو إخواني أخوتي في التفاصيل اعتقال هويام هويام حبسوها في المطار هويام راومت داوها البوليس هويام عند القداء وهيام زيدة يهير زيدة فيه يعني إحنا كنساهموا في النشر ديال التفاهة ديالها في صراحة ولكن الرأي العام ديالنا أربما أزيز عليه التفاهة كي المتتبعين ديالها واش ما كيفهموش خطورة ديال هاد الشيء وهي يلقاتها دابة طنز كتتحيل على المتتبعين كاتمشي معاهم كيف ما كيبغيوهما كاتمشي معاهم دابة اليوم ها هي استفزتهم وتخيلوا معايا إخواني أخوتي اش حال دخلت في اللايف فاش قلت لهم طريقي إلى الجزائر وطلعت ولدها وديرت لامب إنها رايشة دا الطريق وغادى الجزائر يعني والعنوان حتى هو دارت فيه طريقي إلى الجزائر هاد السيدة يعني شد بحالة تدقول كاتوشي المغاربة في واحد الحاجة اللي كدرهم من اللي غادين يشوفوا بنت بلادهم واحد الإنسانة مسخة خانزة عاطية ريحة كيف تدقول كيلوتها خانز هاد الرجال هادو بازلي هم حتى كيفاش كانوا صابرين معاها ولكن حتى انتو مسمحوا لي يا غادي نقول لكم إنكم كنتو مدلولين وكنتو باغين مرأة اللي تخدم عليكم شي راجل راجل بنفسه راجل شهم بدراعه ما غاديش يشوف حتى في هدهو يام هادي عادولين كنشوفوا بإن ناضط هاديك ميمي كتدافع لها تخيلوا معايا يعني شكون كيدافع لشكون يعني را لوصخ كيدافع لوصخ بإنك إنتي لا الماضي ديالك ولا الحاضر ولا تتجري في الوليدة الصغر ولا تتجري في محتوى ديال الفسق وديال العهر يعني شغنت تسناه من وحدة لتدقول لك بإنه قيلوا عليكم هوا يام وهد شي اللي كتدقول راهو صاح كي اللي تقول إنه هو يام رابع قلها هدك شي اللي كتدقول هي ما قد ديتوش دقولو هنتو ما ما عمركم غادي ندقولو هوا يام تدقول هير الصراحة يعني دخلات الشك يعني قسمات الرأي العام على جوج كي اللي كي لأيدها وكي المناصر ديالها وكي اللي ما كتعجبوش لهضرة ديالة السيدة وكي اللي كتجيب إنها راه كتدير الفتنة في البلاد ولا جينا نحسبوها بالعقل بإنها تسيدة بعقلها ما حمقاش آه اليوم صافرات هوا يام هوا يام هزات ولادها ومشات خضات أحسن دار على ظهركم يا المغاربة على ظهر الكوانب اللي كيتبعوا هاد السيدة ولا اللي كيدعموها واللي كي سيفطولي هالفلوس ما عرفنا هاش منين هاد السيدة هادي خنزات اليوتيوب هاد السيدة هادي فرعنات ولكن لا من يحرك ساكن يعني هاد السيدة ولينا كنشكو في أمرها هاد السيدة متسوسة من اللي واللي كتقلل الأداب ديالها على الأمن تتقول لكنا ما كان آمن ما تنعترف لا بأمن لا حتى الشبعراء ما كينش الأمن علاش حيض ضربات في المؤسسات ضربات في ملك البلاد ضربات في الشعب المغربي طلبات لوجوء من الدولة المجاورة اللي كتكيل كل العداء الوطن ديالنا يعني شنو غادي نتسنو من هاد السيدة هادي واشنو غادي شنو غادي مثلا اللي غادي يريحك شنو غادي يريحك اللي كتشوف وحدا كتخدم بالمغاربة وكتخدم محتوى بإنها كتتقلل من ملك البلاد وكتقلل من السلطات عدنا وكتضرب في القادة وكتضرب في الأوسر المغربية وكتعنف أولادها يعني من اللي غادي نقوله اعتقال هو يامستار يعني را كان يجيب يجيب اعتقال هاد السيدة لحد من هاتفاها كان يجيب اعتقال هاد السيدة باش حتشي واحد ما يتطاول ما يعودش يفكر بإنه يتطاول على ملك البلاد كيف كانت مع هديك اليوتوبرا ديال مدينة الدار البيضاء كانت كرانة كانت مقرقبة خرجات عيرات ملك البلاد قلات عليه الأداب أسئلة يعني اللي ما كتخصها شبعيدة لها كان تم الاستدعاء ديالها والاعتقال ديالها حتى جاها العفو ولا جاها الملك البلاد اسمح لها عفا عليها يعني خاص تقرص من اللوذن هاد السيدة خاصة تعرف راسها راهية غالطة هاد السيدة خاصة تعرف راهية بإنها رونات هاد البلاد هذي ولكن راهي رلقيتين روينة هو يامنا تنأكد لك وتنعود نأكد لكم أخوتي المغاربة إن شاء الله غادي تم الاعتقال ديالها دابا كين أزمة في المحاكم دنيا مرونة كنشوفو احنا دابا الهيئة ديال المحامون والمحامون كاملين تجندوا ضد هاد الحكومة هذي وغد نيخضوا إجراءات وغد نيبقوا مستمرين في الإضرابات لهم لا الكتابة الضبط للمفوضين القدائيين يعني كين حرقالة وعندنا بزاف ديال الأمور اللي مشغولين فيهم هاد المسؤولين هذو لما كنا ندرج على المسؤولين ديال الحكومة ديالنا أو لان هما مسؤولين ديال الحكومة ما كرهوش يدعموا بالفلوس هاد الناس دي التفاهى ولكن من اللي كنشوفو احنا مثلا وحدة بحل هو يامستار واحد بحل ودشينوية واحد بحل بحل فلانة واحد بحل فلان طالعين وكيخسروا الهضراطة طالعين وكيضربوا في الشرف ديال الأسر المغربية يعني نخصهم الاعتقال موسيقى